ينبغي أن نتذكر أننا ينبغي ونحن أصحاب دعوة ونحن أصحاب قضية ونحن طلاب آخرة وشأن طلاب الآخرة ليس كشأن طلاب الدنيا من كان طالب الدنيا فسلوكه وتفكيره ومنهاجه وسيره ودربه مخالف لمن كان من طلاب الآخرة فلا تفكيره كتفكير طالب الدنيا ولا طريقه كطريق طالب الدنيا ولا دربه وسيره كضرب وسير طالب الدنيا إنما هذا طالب الآخرة ونحن طلاب آخرة فإذا كنا طلاب آخرة كيف نكون في وقت السراء وكيف نكون في وقت الضراء في وقت السراء وفي وقت الضراء نحن طلاب آخرة وطالب الآخرة في وقت السراء يعمل ما يرضي الله يسير على درب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي به ويتخلق بالأخلاق التي أمر بها ويجتهد في الأمور التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجتهد فيها وأن تتبع وتنتهج وفي وقت الضراء أيضا يقتدي برسول الله ويتخلق بالأخلاق التي أمر بها ويشد الهمة على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن في وقت الضراء كما في وقت السراء نحن طلاب آخر وطالب الآخرة يصبر وطالب الآخرة يصبر يصبر على أداء الواجبات ومشقات العبادة ويصبر على اجتناب المحرمات ومخالفة الهوى واتباع الشهوات والملزات ويصبر على ما ابتلاه الله تعالى به ليس من شأن طلاب الآخرة البحث عن الراحات إنما شأنهم البحث عن ما يرضي الله تعالى ولو كان فيه مشقة لذلك كان يقول شيخنا رحمه الله التعب في الدنيا راحة في الآخرة يعني التعب في الدنيا في الطاعة راحة في الآخرة بالنعيم في الجنة ومن عرف قدر الآخرة هان عليه التعب